وننتقل الآن إلى الالتهابات المزمنة سندرس بداية اللانوعية المعممة منها إذا تختلف التسمية باختلاف العامل المخرش المزمن سنتحدث بشكل عام وسنتناول التهاب الحنجرة المزمن البسيط هو التهاب يشمل كافة الحنجرة بشكل متناظر بخلاف الالتهابات الموضعة كما سنرى لاحقا قد ينجم عن استمرار الالتهاب حاد بسيط غير معالج أو عن تكرار الالتهابات الحادة كما تعد الالتهابات المزمنة للبنى المجاورة كالأسنان واللوزات والجيوب المجاورة للأنف سببا مساهما في الالتهاب الحنجرة المزمن يلعب التعرض المهني دورا أيضا كالتعرض للأغبرة والأدخنة لدى عمال المناجم والتعرض للذهب لدى الصاغة وبراد المعادن لدى الحدادين كما يعد التدخين والكحول وردود المستمرة على الحنجرة بالإضافة للإجهاد الصوتي عوامل مسببة أساسية يتظاهر المريض ببحة صوت وهو العرض الأشيع إذ يتعب صوت المريض بسهولة حتى يفقد صوته في نهاية اليوم يشكو المريض من عدم راحة في الحلق مع رغبة متكررة لتنظيف الحنجرة بسبب الشكوى المترددة من التخريش في الحلق وهي ما يعرف باللقمة البلعومية يشكو المريض أيضا من سعال جاف مهيج يلاحظ بالتنظير المباشر فرض توعية في الحنجرة مع أحمرار وتوذم في الحبال الصوتية كما نشاهد بقع مخاطية لزجة في المنطقة بين الطر جهارية يجب أخذ خزعة في حال وجود علامات موضعة كالطلاوة أو السماكة في الحبل الصوتي يجب التحري أيضا عن المخرشات المزمنة كالقرس الذي يسبب التهاب حنجرة خلفي وغيره من المخرشات تجرى مسحة بالعومية ويجرى عليها اختبار زرع وتحسس للتحري عن البؤر الإنتانية المزمنة تتم المعالجة بإقصاء السبب الجذري إذ أننا لا نصلح الخزان المثقوب بأعدة مليئه بالماء بل بإغلاق الثقب أولا وذلك عبر إزالة العامل المخرش المزمن كالتدخين والقلس والإنتانات المزمنة يخضى المريض لمعالجة كلامية مع راحة صوتية مطلقة أثناء الهجمات الحادة استنشاق البخار يريح المريض ويساعد على تطرية المفرزات كما يؤطى المريض حالات قشع لتخفيف الوذمة والمفرزات تطرية المفرزات ترجمة نانسي قنقر